بكما سأبدأ معك ناهد لك أن تطلعين على سير التحركات في الجنوب إن كانت هناك أي عمليات جديدة من الجانبين تفضلي تهاني في هذه الأثناء الهدوء الحذر عاد ليخيم على البلدات الجنوبية بعد قصف كان عند ساعات الصباح الأولى وذلك ردا على عمليتين عسكريتين قام بها حزب الله يعني اليوم بدأ بعمليته باكرا وكان استهدف موقع بركة ريشة حيث كان هناك دشما يتحصن بها جنود إسرائيليون واستهدفها بصاروخ وبحسب بيان حزب الله فهو أوقع قتلى وجرحة وبعدها بساعة استهدف الموقع نفسه أو محيط هذا الموقع حيث كانت هناك أيضا قوة مشات إسرائيلية قام باستهدافها بحسب بيان حزب الله وكان هناك رد من إسرائيل بقصف المناطق مقابلة لهذا الموقع وصباحا كان هناك قصف متفعي متقطع بين بلدتين عيت الشعب وراميا يعني اقتصر اليوم القصف الإسرائيلي على هذه البلدات في حين كان يوم أمس أو الليل أمس كان مليئا بالغارات التي نفذت في عدد كبير من البلدات والتي تنقلت بين القطاع الشرقي والقطاع الغربي وكان هناك يعني كانت تهتز البلدات بحسب من كان من الأهالي بقي في البلدات القريبة من هذه البلدات الحدودية جراء هذه الغارات وهذه الصواريخ التي كانت تضرب هذه البلدات في ساعات الليل المتأخر إلى ذلك يعني هناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة في هذه الحين هناك هدوء حذر وهناك أيضا ترقب لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية التي ستلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي بالإضافة للقائها بقاء قوات الدولية ورئيس كتيبة بلادها حيث سيكون طبعا النقاش القرار الدولي 1701 وما يحصل من تطورات وتصعيد على الحدود الجنوبية اشتركوا في القناة